في يوم من الأيام أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأموال صدقات ذهب وفضة تمر وطعام قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يحفظ لنا هذا في السابق ما كان عندهم بنك أو عندهم صناديق محكمة يستطيعون أن يغلقوا عليها أموالهم قال من يحفظ لنا هذا المال وهذا الطعام قال أبو هريرة أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يعني احترس عليه لا أحد يسرقه ويفعل قال نعم أخذه أبو هريرة أيها الإخوة ثم أقبل إليه إلى بيته وضع هذا المال ثم جلس رضي الله عنه يحرس هذا المال لما أظلم عليه الليل بدأ أبو هريرة يغلبه النوم شيئا يسيرا يقول أبو هريرة فإذا بحاث يحثو من الصدقة سمع صوت المال يضرب بعضا في بعض كأن في واحد يسرق فاستيقض أبو هريرة ثم تعلق بهذا السارق في ظلمة الليل ثم قال تسرق أموال المسلمين لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا رجل ضعيف ومسكين يا أبو هريرة تركني أنا مسكين وضعيف ولا عندي مال فلم يزل يستضعف عند أبي هريرة ويشكل مال ويشكل الفقر ويشكل أولاده ما عندي أحد وأولادي أيتام فعطف عليها أبو هريرة ورحمه قال ما ترجع قال والله ما أرجع أبدا توبة قال نعم اذهب فلما أصبح أبو هريرة صلى الفجر ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال نعم قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة الذي أسرت البارحة ما خبره قال يا رسول الله زعم أنه لا يأتي وشكى إلي الفقر والحاجة فتركته قال صلى الله عليه وسلم كذبك وسوف يعود ثم لما جاءت الليلة الثانية جلس أبو هريرة عند هذا الطعام يحرس ويحرس ويحرس فبينما هو كذلك إذا أقبل ذلك السارق يسرق فقام أبو هريرة وأمسكه قال ايه تسرق أموال المسلمين كيف تقول ما أعود ثم تعود والله لأرف عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مسكين وضعيف وصاحب حاجة أتركني والله ما أرجع أبدا خلاص توبة قال ما ترجع قال أبد ما أرجع بعدها أبدا مضى ذلك السارق وتركه أبو هريرة صلى الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال لبيك قال ما فعل أسيرك البارحة الذي أمسكته البارحة ما فعل قال يا رسول الله زعم أنه لا يعود وشكى إلي الفقر والحاجة فتركته قال صلى الله عليه وسلم كذبك وسوف يعود فلما كانت الليلة الثالثة جلس أبو هريرة عند المال فإذا بدارك السارق أتى يسرق قام أبو هريرة وأمسكه قال أنا فقير ومسكين قال لا 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 فقير مسكين عندك أولاد على حاجة أنت كذب والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مسكين وفقير قال والله ما أتركك أبدا فلما علم ذلك السارق أنه مأخوذ لا محالة وأن أبا هريرة لا يمكن أن يتركه أبدا قال يا أبا هريرة قال نعم قال أتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن ما شاء الله الحرام سيبدأ يحدث على الصحابي قال سأعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أشد شيء حرصا على الخير لما سمع أبو هريرة بأن سيعلمك كلمات ينفعه الله بها قال ها ما لا تعلمني قال يا أبا هريرة قال نعم قال إذا أخذت مضجعك إذا وضعت رأسك بتنام إذا أخذت مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح فضل عظيم أبو هريرة سمع هالكلمتين هيدري آية الكرسي حافظ وحرامي لكن يمكن الكلام صحيح تركه أبو هريرة وصلى الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال نعم قال ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله زعم زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فتركته قال صلى الله عليه وسلم فماذا علمك قال أمرني يا رسول الله أن أقرأ آية الكرسي وقال لي لا يزال عليك من الله يحافظ حتى تصبح فقال صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة صدقك وهو كذوب هل مرة صدق لكن ترى كذاب الرجل دائما هل سارق صدقك هذه المرة لكن ترى هو كذاب يعني ألزم هذا الذكر ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال نعم قال أتدري من صاحبك منذ ثلاثة أيام تدري من هل أنت كل يوم تمسكه ويمسكك ويفر من بين يديك وتقبض عليه وتدري من هذا يا أبا هريرة قال من قال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال